لم يكد يخفط وهج ملف الأملاك البحرية حتى حضر طيف الأملاك البرية فالنائب حسن فضل الله كشف المستور وتحدث عن دجاجة طبيض ذهبا ضحيتها الأملاك العامة أو أراضي المشاع وهذا موضوع عبر للمناطق وعبر للطوائف أنا واحد من النواب الذي وردتني شكاوى من منطقة عكار حول وضع اليد على أملاك عامي على المشاعات ومشابة فضلا عن شكاوى من مناطق أخرى متفر في أحراش معمرة في غابات في جبال في تلال يأتي واحد يتملك جبل يأكملوا هذه الأراضي تعود ملكيتها لأهالي القرى لأهالي البلدات لأهالي المدن اليوم في شك وكبير أنه يتم وضع اليد على بعضها من خلال مافيات مستشرية تقوم بأخذ هذه المساحات وتملكها بسندات حكاية الفساد تبدأ بحسب فضل الله من المساح الذي يتقاد من الدولة نحو 100 مليون ليرة في مقابل إجرائه عملية المسح التي لا تستغرق أكثر من سنة لكنه يمدد الفترة الزمنية سنوات عدة بهدف استفاء الأموال من المواطنين وذلك خارج القانون أغلب المناطق التي لزمت حتى الآن ما أنجزها هذا الموضوع ما حدا بيغطي حدا ولازم ما حدا يغطي حدا بالنسبة لنا نحن ودولة الرئيس نبيه بري في المناطق التي نحن نمثلها هذا الموضوع عندنا خط أحمر ومحصوم أي مواطن في أي منطقة من المناطق اللبنانية حتى اللي اتصلوا فيه من الشمال وحكيوا معي من أشهر من أي منطقة بيقدروا يروحوا يقدموا دعوة مباشرة عند النياب العام المالي أو النياب العام التمييزي والنائب العام التمييزي قال هو حاضر شخصيا يتابع هذا الموضوع وأشار فضل الله إلى أن بعض المتعهدين يرفضوا إطلاع البلدية على الخرائط ما يشير إلى كثير من التلاعب سيؤدي حتما إلى مشكلات اجتماعية وللموضوع تتم جوال الحجموسى قناة الجديد